خشونة المفاصل مرض يكاد لا يخلو منه أي بيت وقد تكون من أبرز أعراض هي الآلام خصوصا عن تغيير وضعية الحركة حتى أنه يصل المريض إلى مرحلة لا يستطيع تحمل هذه الآلام من أهم الطرق الأولى التي يمكن من خلالها العلاج إلى ترميم الغضاريف وترميم المفاصل في حالة الخشونة هي الإبر الزيتية التي داع صيتها هل من أضرار؟ هل من منافع؟ متى يبدأ مفعولها؟ ما هي أنواحها؟ ما هي جرعاتها؟ إلى من نتجه؟ سنتحدث أكثر في ملف تفصيل عن هذا الموضوع اليوم مع ضيفي في الاستشارة الطبية الدكتور عصام أبو شيخ استشاري جراحة العظام المفاصل والطب الرياضي حياك الله معنا دكتور عصام حياك الله دكتور عفية حياك الله دكتور عصام أخذناك من عملياتك اليوم حتى نحكي عن إجراء غير جراحي وهو الإبر الزيتية بداية قبل أن نتحدث عن الإبر الزيتية دكتور ما الذي نعنيه بخشونة المفاصل؟ طيب الإنسان المفصل يتكون من التقاء عظمتين مع بعض وبينهم غضروف هذا غضروف يكون من يسميه مثل الزجاج هذا الزجاج إذا تجرح يصبح فيه خشونة هذا بالضبط الذي يصبح في المفصل يتخشن المفصل ويصبح حركته صعبة وفيها التهاب يصبح مريدة عانية من آلام وأورام بالمفصل وصعوبة في المشي وصعوبة في الحركة نعم دكتور دكتور تحدثنا عن خشونة المفاصل كيف يكون شكلها هل تختلف درجاتها من حالة إلى أخرى؟ وهل مع التقدم الزمني يمكن أن تزيد الحالة سوءا؟ نعم خشونة الركبة إلها أربع مراحل طبعا خشونة الركبة تعتمد بالدرجة الأولى على طبيعة المفصل، طبيعة العمل، وزن المريض، حركة المريض لأمراض الروماتيزمية، أمراض المزمنة، ولكن في مراحل أولى لخشونة الركبة وتكون فيها الألم بسيط، في المراحل الثاني، ولغاية المراحل الرابعة اللي بيكون فيها التساق كامل للمفصل، وبالتالي المريض بيكون بعاني من صعوبة في المشي والوقوف وبهالحالة بيكون إجراء العملات التحفظية صعبة بالنسبة لها واللي فيها بنجأ حلال العملات الجراحية أو جراعات المفاصل نعم، دكتور من ضمن الطرق التي يمكن من خلالها ترميم الغضروف وعلاج خشونة المفاصل هي أربع طرق، منها الدوائية والتحفظية، كالعلاج الطبيعي والجراحية والتجديدية اليوم حديثنا سيكون عن الطرق التحفظية من خلال الإبر وأيضاً التجديدية من خلال بعض أنواع الإبر دعنا نعرج على أنواعها بالتفصيل، دكتور هل كل الإبر الزيتية هي نوع واحد؟ طيب، من ضمن العلاجات التحفظية لعلاج تخفيف وخشونة الركبة هي علاج بالإبر، الإبر أنواع فيه الإبر الزيتية والإبر الزيتية، فيها مادة خاصة اسمها هيلارينك أسد هذه المادة هي تساعد في علاج وتخفيف من خشونة الركبة وبالتالي سببها الرئيسي أو علاجها الرئيسي هي لا تخفيف خشونة الركبة إلها تركيز معينة من 20 ميلي جرام، 40 ميلي جرام إلها وزن معين، جزائي معين نعتمد عليه إحنا لكل مريض وكل مريض ممكن نستخدمه نوع معين من الإبر الزيتية هذه الإبر الزيتية ضاع صيطها بطريقة كبيرة في الأول الأخيرة لأنه صار هي نوع من أنواع تخفيف آلام المريض أكثر من علاجة خشونة الركبة سموها إبر الزيتية لأن المادة التي فيها زيتية وبالتالي تخفف الاحتكاك الموجود في الركبة وتخفف الخشونة ولما تخفف الخشونة يخفف الالتهاب وبالتالي تسول الحركة على الإبر الزيتية نوع من أنواع الإبر التي نستخدمها للمريض في المفصل فيه الإبر الكولاجيني نستخدم نستخدم إبر البلازمة أو إبر البي آربي نسميها وهي التجديدية وهي التجديدية بالضبط فيه اللي نسموها الحقن بالدهون برضه فيه شي يسموها الخلايا الجذعية والتي هي الآن قيد الدراسات والأبحاث لغة الآن ما تصع عليها أبروف الكامل لإستخدامها عندنا في الأردن فيه إبر الكورتزون الكورتزون هذا الإبر اللي بتساعد فيه تخفيف الالتهابات الموجودة في المفاصل تخفيف خشونة الركبة ولكن هذه الأدوية وهذه الإبر هي بارة عن كلها علاجات مؤقتة كلها علاجات مؤقتة يعني هي وسائل مساعدة أو طرق علاج أولية دكتور نعم هي عوامل مساعدة بالضبط لتخفيف آلام وخشونة الركبة وبالتالي إذا استخدمنا هذه الإبر ممكن المريض اللي بحاجة لعملية خلال سنوات انبعد هذه السنوات لإجراء العملية طيب ممكن نوصل لمرحلة نلغي اللجوء للجراحة من خلال إبارة زيتية الصحيح هي هاي اللي عليها كثير تساؤلات طبعاً بتطور الآن أي شيء بنبعد فيه أو بنبعد فيه مريض عن الجراحة بنكون إحنا فزنا فيه أنه بعدنا المريض عن إجراء العملية الجراحية وبالتالي باعتمد على المريض إذا مريض تبع التعليمات ممكن أن نوصل لمرحلة نخفف الاحتكاك والخشونة في الركبة لمرحلة يوصل فيها المريض ممكن يستغني فيها عن إجراء العملية الجراحية ولكن كله ما اعتمد على نوع الخشونة وقت براجعة المريض للطبيب المريض اللي براجعة الطبيب عند مراحلة الخشونة الأولى أسهل مليون مرة كثير من علاجه عند مراحلة الخشونة بالطريجة الرابعة وبالتالي اتباع تعليمات الطبيب مهم جداً وزن المريض مهم جداً العلامات الرياضية مهمة جداً أخذ الأدوية بانتظام مهمة جداً أخذ الإبر بانتظام قصة أن الإبر الزيتية لها وقت معين وهذا الوقت مختلف هذا بحد ذاته بحث آخر يعني نسمع ناس تحكي لك والله أنا أخذت إبرة من كم شهر ومفؤولها إلى الآن قائم بعضهم لا أعلم هو يبالغ أم هي حقيقة أنه من سنوات ومفؤولها لازال قائم إلى مرحلة تصل يحكو لك بالدكتور الفلاني الإبر اللي عنده تختلف عن جودة الدكتور الآخر الأسعار متفاوتة أيضاً نعم على ماذا تعتمد دكتور؟ هل كفاءة الطبيب أمنوع الإبرة؟ أم استجابة المريض؟ أم درجة الحالة؟ يعني هي بتعتمد على عدة أمور متعددة أول شيء اختيار المريض المناسب واختيار الطبيب المناسب دائما كل أطباء أنا مناسبين وممتازين ولكن اختيار الطبيب اختيار المريض المناسب والحالة المناسبة واختيار الإبرة المناسبة أتوقع بتكون لها أحسن أحسن تأثير واحد اثنين المريض عنده معتقد أنه هذه الإبرة إذا أخذها ممكن يطيب بسرعة سرعة أموره تماماً ممتازة وبالتالي بالضبط وبالتالي من يوم تاني يوم بلاش يمشي يروح ويجي هذه الإبرة لها عمر هي إبرة زيتية تتكسر مع الوقت تكسرها مع الوقت باعتمد على كمية استخدامها إذا لم يرد استخدام هذه الإبرة بطريقة سريعة وستهلكها بسرعة بصير مدة الاستشفاء تبعتها قليلة يعني أفهم من كلامك أنه مثلاً لما تحقن لرياضي غير لما تحقن مثلاً لشخص مسن طبعاً استجابته تختلف أو مدة استمرار مفؤولها يختلف طبعاً الرياضي بالتبع التعليمات لأن الرياضي أهمه الأساسي أنه يرجع يمارس الرياضة بطريقة مثل الأول المسن بالعمر يهمه يخف الألم يهمه يرجع يمارس حياته العادية يهمه يروح يصلي لكن حركته تكون أقل دكتور وبالتالي الإجهاد والاستهلاك للمادة الزيتية يكون أقل بالتأكيد تعتمد كلها تعتمد على المريض أعطينا الرياضي دكتور تقريباً كم تستمر؟ مفؤولها يختلف من شخص لآخر ولكن ممكن تستمر السبوع وممكن تستمر سنوات ولغاية أنا الصحيح مش عارفين بالضبط شو الآلية اللي بتخلي المريض يتحسن ولكن حكيت لك اختيار المريض المناسب واختيار الإبل المناسبة وعطاء الإبرة بالطريقة المناسبة تعطينا نتائج أحسن وأطول ولكن زي ما حكيتي فيه مرضى يتحسنوا مباشرة ممكن فعلاً أنه مريض يأخذ إبرة وما يحتاج لإبرة ثانية؟ ممكن وارد طبعاً في المراحل التخشل للدرجة الأولى المريض مش بحاجة غير لإبرة واحدة إذن هذا لا يعني بأنه يكون في درجة أولى من خشونة الركبة والمريض يهملها إلى أن يصل إلى مرحلة متأخرة فيحتاج إلى جهد مضاعة من قبل الطبيب في إلاجها نعم مرضانة اللي عندهم تخشن من الدرجة الرابعة بتوقع أنه هذه الإبرة ممكن تفيد لهم لفترة طويلة طبعاً هذه الإبرة تفيد فقط في مراحل خشونة للدرجة الأولى والدرجة الثانية درجة الثالثة والرابعة لإبرة الزيتية لا تلعب أي دور في تحسن المريض عظيم هنا يأتي دور الجراخ صحيح دكتور؟ هنا يأتي دور العلاجات الأخرى مثل الإبرة التجديدية إبرة البلازمة والحقن بالدهون في دهون نأخذ حقن بالدهون نأخذ دهون من البطن نحقنها بالركبة يعني في مدلتيز كثير من استخدمها إحنا في علاج المريض غير على الإبرة الزيتية إذن طريقة واختيار نوعية الإبرة يتوقف على حالة المريض ليس على اختيار المريض يحكي لك مثلا أنا أريد دكتور إبرة خلايا جذعية أو مثلا أريد إبرة بلازمة أو زيتية أو كورتيزون من الذي يختار دكتور هنا؟ يختار الطبيب طبعا الطبيب يختار لأنه هو اللي يعرف حالة المريض هو اللي بحدد أحسن علاج للمريض نعم نبدأ نتحدث عن الإجراء كيف يكون دكتور داخل الإيادة داخل غرفة العمليات شو نوع التخدير المطلوب وهل يتم استخدام أو اللجوء إلى الأشعاء التدخلية لتحديد مواقع الحقن بشكل صحيح؟ هناك طريقتين لإعطاء فيه الطريقة الإدوية اللي هو بيستخدمها الطبيب الطريقة التشريحية في أماكن معينة معروفة لإعطاء الإبر في المفصل نعم وفيه الطريقة الثانية اللي بيستخدمها إحنا مرات اللي هي تحت الجهاز الألتراساوند أو الجهاز الأموات للحقوق الصوتية اللي بتحدد المكان المعين في التجويف الموجود في المفصل ومنعطي فيه الإبر ويمكن إجراءها هادي بالعيادة مش بحاجة المريض أنه يأخذ إلا بس بنج موضعي البنج الموضعي بيحطه رياض الطبيب مش بحاجة إجراءها هاي الشغلات فيه المستشفيات ممكن إجراءها هاي الإبر الزيتية فيه الإعيادات استغراء خش العملية أكثر من 15 إلى 20 ثانية وسهل وبسيطة ومشمال حقن العادي دكتور حقن أي إبرة هي حقن إبرة ولكن مكانها مهم لأنه هاي داخل التجويف المفصل وبالتالي لازم تكون منطقة معقمة والتعقم منطقة الإعطاء الإبرة لأنه ما فيه أي مجال يصير معناه التهاب عند إعطاء الإبرة صحيح منع للعدوى دكتور كل ركبة يتم حقن إبرة واحدة فيها ولا ممكن يزيد الجرع على الطبيب عنا فيه كل جلسة المريض بحاجة إلى إبرة واحدة في كل ركبة قد يحتاج المريض إلى جرعات متكررة حسب حالة المريض وحسب نوع الإبرة وتركيز الإبرة متى يبدأ مفعولها دكتور؟ مفعول الإبرة يبدأ مفعولها الصحيح من 3 إلى 10 أيام هنا يبدأ المفعول تختلف من مريض إلى آخر في مرض خلال 3 أيام كنت تحسن بلش التحسن عنده وفي مرض خلال 10 أيام ولكن من 3 إلى 10 أيام ببلش المفعول الإبرة داخل المفصل بماذا تختلف الإبرة الزيتية دكتور عن إبرة الكورتزون؟ الإبرة الزيتية مادة واعينة اسمي هلولك أسيت إنها هي مادة تساعد تساعد على تخفيف خشونة الركبة إبرة الكورتزون هي عبارة عبارة مضادة للإلتهاب وبالتالي خشونة الركبة بدأت التهاب في المفصل إبرة الكورتزون بدأت تعالج هذا الالتهاب وبالتالي لما تخفي الالتهاب بتخفي الألم ولكن لا تتعلج الخشون conteúdo عظيم يعني هي فقط تسيطر على الألم يتفيط على الألم والالتهاب نعم نبدأ هنا بالسؤال الأهم اللي كير يخطر على بالناس بيحكي لك المضاعفات هل من أضرار؟ هل يمكن أن يتسبب بثلاث الغضروف؟ ثلاث المفصل مثل ما نسمع؟ هل يمكن أن يمنع تجديد السائل لما يعتمد على مصدر خارجي اللي هي الإبر؟ طيب الإبر الزيتية هي عبارة عن مادة خاملة وبالتالي هذه المواد لا تسوي مضاعفات داخل المفصل المضاعفات الوحيدة اللي ممكن تصير وهي جدا نادرة هي يصير التهاب في مكان إعطاء الإبر التهاب ناجم عن عدوى دكتور ولا ناجم عن مادة الإبر ناجم عن عدوى أو ناجم عن حساسيات الجسم لهذه الإبر وهذه من حالات نادرة جدا ولكن هذه الإبر خاملة يعني بالمصطلح العامي إذا ما ضرت المادة مازا فهذا المريض ما تضره عظيم هل من فقوصات معينة بما أنك تحدثت عن الحساسية تسبق الحقن أو مثلا خلال سيرة المرضية ممكن تتوصل إلى أن المريض ممكن يكون له حساسية من الإبر لا ومش بحاجة المريض أن نسوي له فحصات معينة ولكن بالفحص السريري إذا كان المريض عنده التهاب سوائل سخونة علامات التهاب في المفصل بتكون إعطاء الإبرة الزيتية في هذا الوقت غير مناسبة وبالتالي إحنا ننتظر على المفصل حتى يخف التهابه ويرجع وضعه منيح وبالتالي نحصل الإبرة بعد ما يروح للتهاب دكتور بمعنى تخصصك الدقيق في الطب الرياضي هل ينصح بإعطاء الإبرة الزيتية لمن أجرى عمليات جراحية سابقة ناجمة عن إصابة رياضية مثل الرباط الصليبي؟ نعم هذا فعلا السؤال المهم على إحنا من ضمن البروتوكول العلاجي بعد عملية زرع الرباط الصليبي نضطر استخدام مواد معينة تؤثر على وضعية الركبة وممكن تعمل خشونة وبالتالي إعطاء الإبرة الزيتية قد تضيف بعض التحسن إلى وضعية الركبة يعني خطوة استباقية لعدم حدوث نعم نعتمدها بعد عملية الرباط الصليبي أو عملية خياطة الغضروف نحن نعطي للمريض إبر زيتية ممكن تكون متكررة نعم تمام وبالتالي نتائجها بتكون جيدة وبتعطي نتائج منيحة لأنه بجراء العملية الجراحية نحن نعمل بعض الخشونة في المفسد اسمح لي بهذا السؤال دكتور يعني بنشوف واب الكبير من الدعايات الترويجية لعيادات العظام على مواقع السوشال ميديا فيما يتعلق بالإبرة الزيتية بعضهم يقدم الإبرة الزيتية بسعر زهيد بعضهم الآخر بسعر مرتفع بعضهم الآخر يقول أن الإبرة التي لديه هي الأولى من نوحة مثلا في المنطقة هل هذا الكلام صحيح دكتور وما هو السبب في تفاوت الأسعار في الإبرة الزيتية يعني هلأ كترة الشركات المنافسة على الإبرة الزيتية خلت فيه هناك تفاوت في أسعار الإبرة الزيتية ولكن الغذاء والدواء حدد أسعار معينة هذه الإبرة وبالتالي أتوقع الآن كل إبرة سعرها بعتمد على تركيزها وجود إبرة خاصة معينة ما أتوقع لأن كل إبرة موجودة عندنا في الأردن وكلها خاضة على الـ FDA أو نظمة الغذاء المركب واحد المركب واحد ولكن يختلف التركيز قد زيد التركيز أو تركيز وهون ببلش السعر يزيد أو ينزل يعني بمعنى آخر أنه أنا إذا لجأت إلى إبرة زهيدة الثمن هذا يعني بأنه فرصة أن أستخدم أو أحقن مرة ثانية راح تكون أقرب هيك منطقيا نعم إذن دكتور في نهاية المقابلة اسمح لي أن أسألك بأنه متى نلجأ إلى طبيب العظام البعض يشكو من ألام في الرقبة بعد إجهاد بدني معين متى نشعر فعلا وهنا نتوصل إلى تشخيص مبدأي شخصي بأنه أنا أعاني من خشونة الرقبة فألجأ إلى أخذ الإبرة الزيتية طيب ببلش خشونة الرقبة بعد عمر 35 سنة نعم بهذه المنطقة الباطني دكتور يعطي إبرة؟ فيه طبيب خصائي المفاصل ليس خصائي الباطني خصائي المفاصل وهو فرع من أفروع الطباء المطنية تخصصوا المفاصل تخصصوا طبيب مفاصل والتأهيل أو جراحة الإعبار هذا تخصص نادر دكتور عفاق رمي موجود موجود لكن كمياته مش كبيرة للأمانة يعني أنا عذراً على المقاطعة لمين الجراح ولا المفاصل اللي ممكن يعطينيها بالطريقة حلا أنا بما أنه جراح طبعاً الجراح ماشي لو أنه طبيب باطني راح أقول لك لا أنه طبيب باطني يكون أشطر ولكن الثاني هم يعطباء عندهم القدرة على إعطاء الإبرة بالطريقة الصحيحة والمكان الصحيح نعم نستكمل الإجابة دكتور أنت ذكرت بأنه إذا توصلنا لعمر 35 بلشنا نشعر بالتالي إذا المريض حس أنه ما بتعاء ما بطيب بضعه مع الراحة ومع الأمور البدائية ومع المسكنات الخفيفة يراجع طبيب الإختصاص حتى شخص مشكلته لأنه في مشاكل كتير يتعتبد عليها مفاصل للركبة قد تكون مش منها خشونة وبالتالي إذا المريض بلش في العلاج مبكراً بتكون النتائج جداً ممتازة وبالتالي ممكن أنه نرتاح من التطور في علاج للركبة نعم داركنا الوقت دكتور ولكن خطر في باري سؤال الأخير قد تستوجب الإجابة أن تكون علمية بحتها ما هو السبب بأن الإصابة بخشونة المفاصل هي أكثر شيوعاً بين النساء من الرجال يعني النساء عنا هون في الشرق الأوسط شغل كثير الولادة الوزن قلة الرياضة هي من أسباب الرئيسية في عوامل خشونة الركبة كل الشكر لك دكتور رايسام أبو الشيخ استشارجي راحة العظام المفاصل وطب الرياضي على المعلومات التبسيطية التي قدمت اليوم حول الإبار السيطية المشاهدين شكراً لك تكتور شكراً لك تكتور عافية شكراً لك شكراً لك